لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هناك من يقول أن ما يجري هي استهداف لتركة الفريق أحمد جايد صالح رحمه الله لا يوجد شيء اسمه تركة الجايد صالح داخل المؤسسة العسكري بالمفهوم الذي تروج له المعارضة يوجد مسار دعمه الفريق أحمد جايد صالح وراهن عليه ووضع له اللبنات وهذا المسار يتمثل في المسار الدستوري الذي هو مستمر ليس تركة الجايد صالح ولا هو ملك للجايد صالح هو قرار اتخذته للقيادة الأركان أنذاك وقيادة الجيش الوطني الشعبي تتمثل في دعم الحراكة الشعبي والذهاب في مسار الدستوري ليكون فيصل ما بين هذا وذاك في ذلك الوقت أن الشارع الجزائري دخلته عدة طيارات وإذا لم يكن هناك مسار آمن مضبوط حتى أمام المجتمع الدولي الأمور ستذهب إلى الانفلات وهذا خيار استراتيجي أيدناه وما زل نؤيده لأنه هو حد الفاصل ما بين الشارع والجيش في ذلك الوقت لأنه لو الأمور مشت مثل ما أرادها المتطرفون والغلات الذين اخترقوا الحراك الشعبي وأرادوا استغلاله لأهداف أخرى لا يتتعلق بالتغيير في الجزائر بل لإستراتيجيات وأجندات وحسابات بينها التي تمتد إلى التسعينات لوصلت الأمور إلى التعفن وربما المواجهة بين الأجهزة والجيش والشعب وربما ندخل في دوامة حرب أهلية أخرى ندفع ثمنها غاليا إذن هذا هو الواقع هذا هو الشيء أما حكاية أن جاء شنغريحة وبدأ يصفي في تركة القايد صالح هذا كلام فارغ شنغريحة تربطه علاقات الذين يعرفون المؤسسة العسكرية من داخلها يدركون تماما أن شنغريحة كان من أصدقاء القايد صالح وتربطهم علاقة وثيقة فيما بينهم لذلك ما يتخذه شنغريحة الآن داخل المؤسسة العسكرية ليس في إطار تصفية تركة القايد صالح أو أن القايد صالح كان رجل فاسد والآن هذه المرحلة تجري محاسبة وما إلى ذلك ما تروج بعض الأراء التي لا تستند على منهج نقدي بناء وفعال ووفق منطق يتماشى مع الحقيقة التي يمكن أن تقترب من الأذهان بل الأمر كل ما فيه هي أنهم يروجون حتى يضربون حتى يقولوا القايد صالح أن الخيار الذي اتخذه القايد صالح كان خيار فاسد لأنه رجل فاسد وأن ما يجري الآن أنه حرب بين فاسدين وما إلى ذلك وهذه الأسطوانة ستطول وتمشي ولن تتوقف عند هذا الحد إذن حكاية أن تصفي الترك تلقيت صالح غير واردة تماما سنشهد إنهاء مهام سنشهد المرحلة القادمة أيضا تغييرات في البلاد ربما حتى يتم استحداث منصب نائب وزير الدفاع ربما نرى الفريق علي بن علي هو نائب الفريق الأول علي بن علي هو نائب وزير الدفاع أو ربما حتى الفريق علي بن علي يروح للتقاعد هذه الأشياء طبيعية ستحدث وأمور لا يجب تفسيرها على هذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله